شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضلع بجهوده لوقف الأعمال العدائية وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة وضون عوائق إلى قطاع غزة جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه مدينة مدريدة وأعرب عبد العاطي عن التقدير لإقدام كل من أسبانيا والنرويج وأرلندا وسلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا وهو ما يسهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن رفض مصر للوجود العسكري الإسرائيلي في محور فلدلفيا والجانب الفلسطيني من معبار رفاحة وما يفرضه من انخفاض في وطيرة دخول المساعدات لقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر